بعد أربعة أيام على الاعتداء على خادم رعية بقعاتة عشقوت الأب فاروق زغيب ويومين على تسليم الشبابين روني وجلال فهد نفسيهما للقوى الأمنية أفضت جهود بكركي إلى تعبيد الطريق باتجاه الحلحلة النهائية لهذا الإشكال أهالي الشباب الذين اعتدوا على الكاهن خادم رعية ماربطرس وابولوس بقعاتة عشقوت يعتذرون من الإكليروس ومن الكاهن على ما ارتكبه أبنائهم معلنين احترامهم للكنيسة ولشخص الكاهن بهذا الكلام المختصر أراد بطرس فهد أن يعيد جسور التواصل مع الأب زغيب فيما أكد رئيس بلدية بقعاتة عشقوت السعي من أجل المصالحة شخصيا كرئيس بلدية بقعاتة عشقوت بنستنكر اللي صار بكنيستنا ومع خادم رعيتنا وهلأ من بعد ما صاروا الشباب بأهدة القضاء نحن منقول أن مساء الخير بيننا وبين ضيعة حراجل وكل واحد بفود مساء الخير نحن حدوا الأب زغيب يعود قريبا لخدمة كنيسة رعيته بحسب ما أكد رئيس البلدية على أمل أن تنزكر وما تنعد ترجمة نانسي قنقر